عقد القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين ندوة حول الموقف من العملية السياسية والانتخابات الأخيرة بحضور جمع من الشخصيات والقوى الرافضة للاحتلال والباحثين والمهتمين بالشأن العراقي وتناولت الندوة بيان الأمانة العامة للهيئة تلاه الدكتور مثنى حارث الضاري الأمين العام للهيئة نحذر أبناء الشعب من تمرير أمر واقع بذرائع مكشوفة لتهيئة المجتمع العراقي لفرض واقع أعد له سلفا دون الالتفاة إليهم أو مراعاة ما يريدون ونحذرهم كذلك من الانخداع بوجود صراع حقيقي بين المشروعين الأمريكي والإيراني في العراق فهما وإن اختلف في بعض الجزئيات أو في ساحات أخرى إلا أنهما متناغمان ومتوافقان ضد العراقي وشعبه واستشرفت الهيئة عبر ندوتها واقع العملية الانتخابية وما تبعها من تداعيات ما يراد للعراقيين بأن يذهبوا في طريق تحالف متوافق مع واقع الصراع في الساحة العراقية كما تطرقت الندوة إلى الانتخابات وتداعياتها وأن أوهاما جديدة تنسج الآن في محاولة جديدة لخداع الشعب العراقي بها ومحاولة تمريرها وإيهام العراقيين والعالم بنجاح التجربة الانتخابية إجراء الانتخابات في ظل عدم عودة النازحين لمناطقهم ودمار مدنهم بسبب الحملات العسكرية وانعدام تام لوسائل العيش في عدد منها بسبب الإهمال المتعمد والاستخدام المبتذل للشعارات الدينية في هذه المعركة الخاوية في صور تدل على الإفلاس التام وكانت النتيجة افتضاح بعض المؤسسات الدينية والشخصيات بعدم استماع الناس لأقوالهم وخلصت الندوة إلى توجيه دعوة إلى المجتمع الدولي لإعادة قراءة المشهد انطلاقا من إرادة الشعب العراقي وصناعة مشروع وطني حقيقي بعيدا عن الفاسدين والمجرمين والتدخلات التي أوصلت العراق إلى ما هو عليه وإزالة آثار الاحتلال وإعادة الحقوق إلى أهلها ترجمة نانسي قنقر